السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عبد الكريم بن محمد من الأكاديمية المغربية للتسويق الإلكتروني وأرحب بكافة الأخوات المتابعين الأوفياء سواء على المدونة وأتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالدروس وما أرسله لكم عبر الإيميل كذلك على الفيسبوك، يوتيوب، تويتر، جوجل بلاس، كيك، يوناو، ساوند كلود أو أي تواجهة لدي فيها صفحة أو بروفايل أشكركم على متابعتكم ووفائكم وفي هذا الفيديو إن شاء الله سوف أقدم لكم واحد من أقوى البرامج التي قدمتها خلال الأشهر الأخيرة في نسخته الجديدة ألا وهو برنامج فيسوار 2.0 للتسويق الأوتوماتيكي على فيسبوك أطلق حملاتك التسويقية على فيسبوك بصفر دولار فهذا البرنامج يختصر عليك الكثير من الوقت بحيث أنه ما تقوم به يعني ما قد يأخذ منك عشر ساعات أو أكثر من العمل يوميا فهذا البرنامج يختصره عليك في ضغطة زر كما سترى الآن فلاحظ معي أذهب وأفتح البرنامج نعم تنفتح واجهات البرنامج أقوم بتكبير الصفحة بطبيعة البرنامج كل من سيحصل على نسخته من البرنامج سيحصل معه على الدورة التدريبية المرفقة التي فيها كل شروحات البرنامج وما يتعلق به بالفيديو فأول شيء أضع اليوزر آيدي أذهب إلى هنا أخذ ملف اليوزر آيدي أضع الملف الخاص بقائمة الجروبات أو المجموعات وأنا وضعت في الملف كي لا أطيل عليكم يعني في الفيديو قد أضع فيه يعني ما شاء الله يعني مئة ألف جروب لا يوجد أي مشكل لكن كي لا أطيل عليكم في الفيديو وضعت فيه فقط ثلاث مجموعات كي أعطيكم ديمو وعرض للبرنامج قصير لا يصيبكم بالملل فأخذ الفيسبوك جروب تيست ويعني في شروحات البرنامج هناك تقنيات للنشر على نخبة المجموعات لديك هناك تقنيات للنشر على قوائم ضخمة من المجموعات كل تقنيات إن شاء الله سوف تجدها في الدورة المرفقة مع البرنامج خاصة مع هذا التحديد الأخير وهذه النصحة الأخيرة هناك مجموعة من الأمور تتعلق باستخدام البرنامج إما على قوائم منطقات بعناية من المجموعات أو قائمة كبيرة وضخمة من المجموعات كل نمط له تقنية في الاستخدام مع البرنامج ستجدها في الدورة المرفقة مع البرنامج إن شاء الله فأدخل قائمة الجروبات التي سيعمل عليها البرنامج بكل بساطة يعني أعطيك مثال بسيط أفتح مدونتي مثلا نأخذ مثلا هذا هو آخر مقال وضعته في المدونة آخر موضوع أريد أن أصوق له باستخدام البرنامج أريد أن آتي له بالزوار وبالترافك مستهدف أنا وضعت في ملف المجموعات في البرنامج المجموعات المستهدفة التي أريد أن يستهدفها البرنامج أقوم بأخذ عنوى المقالة هذه أبسط يعني طريقة أضع عنوى المقالة في البوست أنزل إلى السطر الموالي ثم أخذ رابط المقالة أو يمكنني أن أخذ الرابط المختصر للمقالة هذا الرابط الذي تراه هنا وأضعه أيضا في السطر الثاني كذلك يمكنني لمطلق الحرية في جعل البوست الذي سأضعه كما أريد بالشكل الذي أريد أقوم بتعيين ثم أقوم بتعيين لأنني سأقوم بإرفاق صورة سأقوم بإرفاق صورة بهذا المنشور يعني حينما سأنشره في المجموعات سأقوم بإرفاق صورة به فأضعه بش أقوم بالضغط على إيمج أضغط هنا على أختار الصورة التي أريد إرفاقها أنا اخترت هذه الصورة لأرفقها بالمنشور أعطيه مثلا على أقصى حد إذا كانت لديك أبطأ اتصال أنترنت في العالم يمكنك أن تضع 59 ثانية يعني أنا وضعت هذه الاختيارات أو الأوبشنز في البرنامج لكي أمكن ما لديه اتصال سريع لا توجد لديه أي مشكلة في استخدام البرنامج لكن حتى ما لديه أبسط يعني أبطأ اتصال على وجه الأرض في الأنترنت يمكن أن يستخدم برنامج أضع هنا الفوارق الزمنية العشوائية للنشر في المجموعة يعني عندما ينتقل من مجموعة إلى مجموعة لن ينتظر نفس المدة بل سينوى المدة الزمنية حسب المجل الذي سأعطيه هنا وهذا لتفادي خوارزميات السبام الخاصة بالفيسبوك كذلك البرنامج يحتوي على سبينر الذي سأشرحه في الطورة الخاصة للبرنامج وهذا سبينر يسمح لك بتنويع المنشورات بشكل راهيب بحيث أنك في كل جروب يوضع منشور مختلف عن الجروب الآخر وفقط قم ببحث في جوجل عن تقنيات سبين أو سبينر وستجد الكثير والكثير والبرنامج يوفر لك هذه التقنيات أوتوماتيكية أضع هنا مثلا الفارق بين المجموعة والمجموعة في النشر سأضع فقط 11 تانية هنا وأضع هنا مثلا 21 تانية كمثال لكن أثناء الشروحات سوف أشرح لك تقنيات استخدام المدد الزمنية هنا فقط لكي أعطيك عرض سريع للبرنامج وترى كيف يعمل الآن أطلق البرنامج يعني تخيل معي أن القائمة مثلا فيها 190 مجموعة فيها 500 300 مجموعة وبضغط الزر يعني عمل عشر ساعات أو 12 ساعة سيتم بضغط الزر أضغط على ران وينطلق البرنامج في العمل الآن البرنامج يقوم بالدخول باستخدام اليوزر آيدي وما إلى ذلك فهنا أحب أن أنبه إلى مسألة مهمة أن الوقت على الأنترنت يساوي المال فبرامج يعني كافة البرامج التي أقوم ببرمجتها وتطويرها الهدف منها اختصار ما يتم عمله في ساعات في ضغط الزر فتخيل معي أنك أنت يعني نائم والبرنامج يعمل مكانك كأن لديك موظف يشتغل على مشروعك نعم فالبرنامج يدخل على واجهة الفيسبوك يعني يدخل اليوزر نيم والباسورد أو الإيميل والباسورد ثم بعد ذلك يبدأ بعد الدخول إلى هذه الواجهة يبدأ بالانتقال إلى المجموعات الآن كما تلاحظ البرنامج سوف يقوم بالنشر في المجموعة الأولى بطريقة أوتوماتيكية لاحظ يضع المنشور ثم بعد وضعه للمنشور سوف يعطي مدة زمنية لوضع المنشور ثم بعد ذلك سينتقل إلى المرحلة الموالية ما هي المرحلة الموالية بعد وضعه للتكست يبدأ برفع الصورة لاحظ معي الآن البرنامج يقوم برفع الصورة الخاصة بالمنشور فبعد يعني سينتظر يعني ليعطي مدة طبيعية ولاحظ كل هذه المدد العشوائية التي يستخدمها البرنامج في الانتقال من عملية إلى عملية الهدف منها تجنب خوارزميات السبام الخاصة بالفيسبوك والبرنامج قمت بتطويره حسب أحدث خوارزميات خاصة بالفيسبوك حتى لا تقع في أي مشاكل أضف إلى هذا الدورة التي ستحصل عليها مع البرنامج سوف أتطرق معك فيها إلى أهم التقنيات الخاصة بالبرنامج يعني ابتداء من تقنيات استخدامه إلى تقنيات النشر على مختلف القوائم حسب حجمها أضف إلى هذا التقنيات الخاصة بتجنب عقوبات الفيسبوك فلاحظ معي الآن البرنامج يعطي وقت للمنشور يعني نظر لأنني أعطيته أتقل يعني لا أقول أتقل يعني أطول مدة للانتظار سأقوم بعمل بوز وأريك المنشور لاحظ معي المنشور في المجموعة كما تلاحظ البرنامج يعمل على نسخة الموبايل المنشور هنا كما تلاحظ أنا فقط وقعت في خطأ أثناء كتابة المنشور بحيث وضعت الأسهم بطريقة خاطئة فكما تلاحظ عنوان المقالة ورابطها هناك تقنيات للنشر يمكنك وضع فقرة من المقالة عنوان المقالة فقرة من المقالة ثم رابط المقالة أو العنوان ثم الرابط ثم فقرة من المقالة بإمكانك عمل سبيل أي تنويع المحتوى كل هذه التقنيات متوفرة في البرنامج لتشن حملات تسويقية أوتوماتيكية على أعلى مستوى وبأعلى جودة على الفيسبوك لاحظ معي أنا قمت بعمل بوز فقط لكي أشرح لك وأريك المنشور الآن أعود إلى الأعلى وأقوم بالضغط على بلاي كي يكمل عمله لاحظ معي الآن البرنامج سيقوم بإتمام عمله سينتظر مدة ما بين يعني مدة عشوائية ما بين 11 إلى 21 ثانية حسب ما أعطيته يعني في wait to ثم بعد هذه المدة ينتقل إلى المجموعة الموالية لاحظة معي يمكنك التغيير في أي وقت في المحتوى لاحظ معي مثلا أول شيء سأقوم به سأقوم مثلا بمسحاته الأسهم بإزالته يعني حتى أصحح المنشور يعني في أي وقت يمكنك عمل بوز والتدخل في حملتك التسويقية فلاحظ لاحظ معي كيف قام بوضع المحتوى الآن يعني هذه من الخصائص الرائعة أي أنك في أي وقت قد تأتي وتغير وتعدل كما تشاء الآن وضع المحتوى المحتوى بعدها سيضع سيقوم برفع الصورة ثم سينشر بعد النشر سوف أعمل بوز لأريك كيف نشر المنشور فسينتظر يعني مدة عشوائية أيضا ثم ينتقل إلى الجروب الموالي يعني سأتركه يكمل عمله ينتقل إلى الجروب أو المجموعة الموالية ثم في النهاية سأريك كيف نشر المنشور يعني حسب التعديل الذي قمنا به الآن جيد فلاحظ معي هو يأخذ وقت يعني أعطيناه هنا 59 ثانية سيأخذ 59 ثانية في الانتظار لتحمل الصورة والصورة كما لاحظت يعني حسب اتصال الانترنت الذي لدي فقد حملت يعني في أقل من 10 ثواني دون أي مشاكل لكن هذا لكي أبين لك أن حتى صاحب أضعف اتصال الانترنت بإمكانه العمل لا يوجد أي مشكل جيد تم النشر بنجاح سينتظر مدة ما بين 11 و 21 ثانية ويمكنك وضع أي مدة تريد ثم ينتقل إلى المجموعة الموالية فهنا أحب أن 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 العديد من الأخوة والأخوات الذين استخدموا أي برنامج من البرامج التي قمت بإصدارها يعني باستخدام هذه التقنيات حصلوا على نتائج رائعة في الترافيك في التسجيلات يعني بالنسبة إذا كانوا يعملون على عروض سي بي اي أو لهم سكويز بيج يعملون عليها كذلك في المبيعات هناك يعني من يقوم بالترويج مباشرة على مجموعة الفيسبوك ويقوم بالمبيعات ولا يخفى عليكم يعني أنا ما أقوله ببساطة لأي شخص لكي يجرب قوة مجموعة الفيسبوك فليقوم بالعملية يدويا يعني لن يخسر شيئا إذا جرب الأمر يدويا ولاحظ كم ستأتيه من النقارات يعني الترافيك ثم لاحظ كم ستأتيه من التسجيلات يعني إذا كانت يعني الصفحة صفحة الخاصة به مضبوطة جيدا أو عرض مهيئ جيدا للتحويل أي للكون كذلك سيلاحظ إذا كان يعني لديه خبرة في البيع المباشر سيلاحظ أنه يستطيع تحقيق مبيعات والترويج لأي منتج يريده فقط عن طريق مجموعات الفيسبوك فمجموعات الفيسبوك من أقوى الأسلحة التي يمكن الاعتماد عليها وباختصار وحتى لا أطيل عليك أكثر في هذا الفيديو ها هو البرنامج قد نشر في المجموعة يعني كما ترى ها هو البوست والبرنامج أذكر أنه يعمل بنسخة الموبايل فتخيل معي أنا وضعت ثلاث مجموعات فقط حتى لا أطيل عليك أنت تخيل ما شئت من مجموعات مستهدافة يعني تخيل قائمتك المستهدافة من المجموعات وما يمكنك أن تشن عليها من حملات بواسطة هذا البرنامج باختصار البرنامج يرفع إنتاجيتك إلى أقصى حد ويختصر عليك الساعات والساعات الطوال من العمل يوميا في ضغطة زر فقط أشكرك على حزن متابعتك أراك قريبا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر